المزيد من المتابعة الضامة لنا من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري يعني أحمد تم تكليفه رسميا حزب أزرق أبيض أو رئيسه إذن ما أهم الخطوات التي يمكن أن يتخذها بعد هذا التكليف مباشرة؟ بعد هذا التكليف سوف يكون معه 28 يوما لبدء المشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية كافة ولكن الجميع يعلم بأن هذه المهمة هي المهمة المستحيلة لا يملك بني جانس أن يأتي بتشكيل التلاف حكومي يجمع بين المتناقضين وتحديدا هنا الحديث حول القائمة المشتركة أي الأحزاب العربية في حكومة تتحالف مع حزب لبرمن ألا وهو إسرائيل بيتنا الذي يعتبر حزب يميني علماني على بني جانس أن يجمع الثلاثة أضلاع هذه والتي عمليا يضاف إليها اليسار الإسرائيلي غير ذلك لن يكون بإمكانه أن يشكل اتلافا حكوميا تماما كما قال نيتنياهو في السابق عندما قال جانس لا يمكن له أن يشكل حكومة دون العرب وهنا يقصد القائمة المشتركة ولكن خلال هذا الوقت سوف يحاول أيضا مرة أخرى بني جانس أن يستميل لكود أن يستميل هذا الحزب الذي يتسعمه بني جانس للتوصل إلى تحالف يمكن أن يأتي بحكومة مستقرة تحت عنوان الطوارئ تحت عنوان الكورونا تحت عنوان بأن هناك أزمة حقيقية ولا يمكن العودة لانتخابات رابع إذا فشل بني جانس كما فشل سابقا في الانتخابات الماضية سوف يتم تكليف بني يمين نيتنياهو ليأخذ ثمانية عشر يوما إضافية ويقوم بنفس المحاولات هذا هو السيناريو الذي عمليا مطروح هو جمع المتناقضين في حكومة ضعيفة عمليا يمكن أن تسقط في أي لحظة عندما تقرر الحكومة الإسرائيلية لكي حرب على قطاع غزة أو على لبنان أو سوريا وبالتالي القائمة المشتركة والأحزاب العربية سوف تنسحب إما من الحكومة إذا أرادت أن تكون جزء منها وهو أمر مستبعد عموما ولكن لو أرادت ذلك أو حتى كانت تدعم الحكومة من الخارج بما يسمى بشبكة الأمان في الكنيسة في نهاية المطاف الأزمة السياسية ما تزال مستمرة وعدم الاستقرار موجود أحمد أنت قلت أنها ربما حكومة مجمعة وبالتالي هذه تعتبر نقطة ضعف كبيرة ما هي نقاط القوى التي ينظر لها داخل الإسرائيلي تجاه هذه الحكومة إن وجدت أصلا الشيء الوحيد الذي يحاولون الآن الضغط عليه على أساس الإسرائيليين هو موضوع الكورونا يقولون هناك كورونا وهناك خطر ومجتمع الإسرائيلي قد يتدمر الاقتصاد قد يسقط عليكم أن تتنازلوا عن كل هذه المناصب وكل هذه المشاكل الشخصية التي يعملون أنها موجودة الآن بين ليبرمن ونتنيهو تجاوز هذه الأمور والجلوس في حكومة تستطيع أن تنضي قدما لتجاوز هذه الأزمة ولكن الجميع يعلم حتى محكمة بن يمين نتنيهو التي كان مفترض أن تبدأ من هذا اليوم تم تأجيل لغاية شهر مايو أيوار بسبب إلغاء المحاكمة الإسرائيلية نتنيهو ما زال متهما بالفساد ليبرمن لا يريد الجلوس في حكومة فيها نتنيهو لأنه متهم بالفساد ولأنه رجل غير قادر وغير مؤهل لقيادة إسرائيل بيني جانس يرى في نفسه بأنه الزعيم القادم ولا يمكن أن يقبل بأن يكون في حكومة هو الرجل الثاني فيها الأمور لغاية الآن مرتبكة هناك بعض المحاولات من رؤوفين ريفلين بأن يكون هناك تشكيل لحكومة مؤقتة طبعا هذا قانوني يمكن عمله وهي حكومة تستمر لعامين فقط يتم تولية نتنيهو أولا في العام الأول ويتم تولية جانس في العام الثاني ولكن هذا الكلام ليس جديدا تم محاولته في المرات الماضية هناك محاولات تشكيل إتلاف الحكومي وهذا الخيار أيضا فشل أشكرك أحمد البوديري مراسل غد من قدس المحتلة كنت معنا